في محافظة الزرقاء ما زالت اللافتات الانتخابية تملأ الشوارع وتغطي الشاخصات المرورية على الطرقات على الرغم من مرور نحو شهر على الانتخابات البلدية والمركزية الأمر الذي شك منه المواطنون لأنه يؤثر على سائقي المركبات ويحجب المعلومات المرورية إلى التفاصيل ما زالت اللافتات المرورية التحديرية على الطرق في محافظة الزرقاء تتعرض لحملة تشويه جراء الدعاية الانتخابية للبلديات حيث ظلت صور المرشحين ماثلة عليها ولم تعمل الجهات المختصة على إزالتها لتحجب الإرشادات عن سائق المركبات المواطنون أشاروا إلى أن اللافتات الانتخابية المعلقة في الشوارع وعلى اللوحات المرورية تؤثر على حركة المرور وتهدد سلامتهم على الطرقات مطالبين الجهات المعنية بإزالتها محافظة الزرقاء لقاتل الآن في معظم المناطق وجود هذه الدعايات الانتخابية حتى المشتلة بس لمنجلس البلد المركزية برضو في إشاة منها قديمة حتى للانتخابات النيابية ما زالت مظاهر الدعاية الانتخابية تملأ شوارع الزرقاء بدورها بلدية الزرقاء أكدت أنها تعمل على إزالة هذه اليافطات وإن فترة التوقف جاءت بسبب عطلة عيد الأطحى وأنها قامت بإزالة عدد كبير من هذه المظاهر مؤكدة أنه خلال أسبوع واحد ستعمل على إزالة جميع المظاهر الانتخابية زلنا حوالي بحدود الثلاث تلاف يافطة وبقي عنا حوالي الألف وخمسمية يعني النسبة بسيطة العمل راح يستمر بإذن الله رغم مضي نحو شهر على انتخابات البلدية واللا مركزية إلا أن محافظة الزرقاء ما تزال تقتض باللافتات الانتخابية بشكل كبير وملفت بانتظار تحرك الجهات المختصة لإزالتها